أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وسهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يأتي تنفيذه وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتح السيسي لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد لتكون أكثر جذبا للاستثمار والعمل على تعزيز الميزة التنافسية وتهيئة تأبيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ذلك من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلية